موسيقى بين الميزانية والرؤى كيف تم التنسيق في آخر النفق هناك ضوء دامس للعمل فريق ينقذك وقت الضيق مع فسحة الأمل هيا إلى العمل كل هالمواضيع وأكثر بعد راح نناقش اليوم بالحلقة 15 من بودكاست مسموع معي أنا ياسر الياسري وصحنا اليوم للحلقة 15 صراحة يعني يعاد بالنسبة لي إنجاز مهم لأني مثل ما يكن يعني لمتابع البودكاست يتذكر أنا بأول حلقة قلت بأن هذا المشروع كان مؤجل وصراحة شمت هواية يعني مكسل أسويه يعني هواية متعاجز أسويه فالالتزام أو صراحة ردود الأفعال اللي يجتني من المستمعين اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم خلتني بأنه يعني أتحمس بأنه أكمل وشدة داماً داً فكر بأنه وصولي اليوم لهذه الحلقة أُو بعد تخطية كمية الأحداث اللي غطيتها على مدى الـ 14 حلقة الماضية شدة صراحة داً فكر بأنه أقسم البودكاست إلى يعني مواسم وإذا أوكو موسم أول فهو ينتهي تماماً مع الحلقة 14 او الحدث اللي غطيته وهو يعني تقريبا وصلت انه انا اجهز اول فيلم قصير بالنسبة لي وليش شنت يعني صراحة في دوامة التفكير شلون راح اقسم البودكاست او هل اسوي جزئين هل اسوي موسم يعني تشاتني اللي عنتي صراحة بانه موسم اول واوقف فترة وارجع يعني اقدم الموسم الثاني الفكرة اللي عندي تشانت اريد اقدم بالموسم الاول وهي الاحداث من بداية خروجي من العراق الى شغل الى كل اللي غطيته بالحلقات ال 14 لشانت دائما الهدف اللي بالي بانه اللي اريد اوصله بانه رحلة يعني انسان عادي جدا حتى ما تشان مهتم بانه يكون جزء من هذا العالم اساسا فحبيت دائما يعني اغطي الحلقات والمشاريع اللي اخذتها في تلك الفترات الا انه اوصل رسالة بانه ممكن يعني اي طرف واي شخص يعني يخوض نفس التجربة يعني حاولت تماما انقل الشعور وبساطة الاشياء مثل ما هي من بداياتها وكل فترة وكل مشروع حتشيت عندنا بكل حلقة حتشيت في يعني في على انه معلوماتي في تلك الحقبة كانت شنية او خبرتي كانت شنية حتى يعني احاول اطي مو يعني اقول امل ولكن اطي يعني افهم اكثر المستمع لانه دائما تجي هالاسئلة بانه شلون ابدي اه شاسة ويحسون الموضوع بانه بصعوبة فحسيت بانه حقيقة مشاركتي لمشاعري وخبراتي وعدم معرفتي في في تلك الحقب طبعن ويقول الحقب رح يزيد خبرة وتزيد معرفة فحاولت اوصل لهذا يعني الشعور اركز عليه اكثر بانه اكثر مما جانب يعني يكون بمعرفة او او تعليم وبالسيزن الثاني وهي بدايتي مع اخراجي يعني اول فيلم قصير رح يكون لا خلاص احس في ذلك الوقت اللي هو يعني اه الفين واثمعش تقريبا بعد ما يعادل تسع او عشر سنين من شغلي في هذا المجال وصلت الى مكان الى انه فعلا اقدر اقدر اقدم بي جزء من خبرتي اللي هو تكون مفيدة واني كمخرج في في هذا الامور بعد عشر سنين من الشغل يعني في الفين واثمعش خلاص حسيت نفسي بانه صرت مقدر من كل امكانياتي وادواتي واقدر اغطي واركز على المواضيع التقنية بشكل اكبر فيعني المستمع رح يحس بالفرق ما بين يعني بداية من هذه الحلقة وهي الحلقة اليوم رح حاول يكون الحديث طبعا اكيد رح حدش بنفس النسق من المواقف الصعوبات التحديات شلو الاشياء اللي سويتها ولكن اركز اكثر على الجانب المعرفي التعليمي حتى يكون بفائدة للمستمع خصوصا مثل ما يعني سبق وقلت بانه انا حسيت بهذه السنة بديت اني اكون متمكن اكثر كمخرج من كل الادوات وطبعا انا لليوم يعني اتعلم الامانة يعني والانسان في رأيي بانه ما رح ينفك بانه يتعلم الى اخر عمرة يعني مايكل انجلو الرسام والنحات العالمي العظيم على فراش الموت سألو بانه يعني شنو اخر شي ممكن تقول فقال بانه لازلت واتعلم فتخيل يعني بعمرة 89 فالانسان يعني لازم دام ان يتعلم ودام ان تأجي خبرات جديدة واني يوماني عندي شاء الله يمكن حاجة قبل اسبوع اليوم افكر بيقول شنون حيتشيت بهالموضوع يعني شن شن اللي فكرت بي فوقتها حتى يعني اقول هذا الشي فولكن يعني اعتقداني كاخراج راح اكون اقدر اطي فائدة للمستمع من الجانب التعليمي والمعرفي بداية من هذه الحلقة ركز عليها بشكل اكبر فبالحلقة السابقة تحدثت على المشروع الفيلم اللي كلش تحمست له بعد ما حسيت بانه مرواحي للمهرجات سينماية كان يعني بس يعني متفرج غير مشارك فحسيت بانه لازم اسوي مشروع وسويت المشروع كتبتوية الصديقي الكاتب الاماراتي محمد الحمادي وسويت الموضوع الملائم بالنسبة لنا الحسة واللي هو فيلم يحجي عن قصة شخصين صديقين تقريبا في فترة الستينيات في الامارات او قبل الامارات العربية في الامارات الشمالية ورحلتهم ما بين القرية الى المدينة من خلال باص احنا الشخصيات اصلا يشتغل بصانع او بالعراق نقول احنا السكن فياخذ صديقه يروحون برحلة وخلال هالرحلة تكتشف لهم عوالم يعني غريبة فنتازية وبعدين يصير مثل التوست بالاخير يعني يعني ما ريد احرقة يعني وما اتقدر احرقة بها الحلقة همينة حتى يعني المستمع يقدر يروح يشوف الفيلم وان شاء الله رح اوفر نسخة كاملة من الفيلم على قناتي في اليوتيوب حتى تكون متوفرة للمشاهدة ايضا فبعد ما يعني سوينا السكريبت يعني السيناريو والحوار والنص كاملا يعني قدمنا يعني على كانت مؤسسة اسمها 2454 في ابوظبي واسمها يعني 2454 وهي نقاط التقالقات الطول والعرض في مدينة ابوظبي وكانوا مهتمين جدا بدعم الافلام وبدأ والصراح يدعمون الافلام العالمية ودعموا كم فيلم محليا ولكن يعني انا صراح كصانة افلام حينها يعني تشوف الموضوع بعيد وصعب المنال ما حس كان الي فرصة بانه ممكن اسوي بيهم شي لانه حس اهتمام اكثر عالمي فسووا مؤسسة اسمها الكرياتيف لاب او المختبر الابداعي وهذا كانت منح لأفلام قصيرة يطون تقريبا بوجت خمسين الف دولار طبعا المستمع اللي رح اسمع رقم يعني حس رقم شبير ولكن هو في عالم الانتاج يعني رقم ابدا مو شبير ولكن هي منحة ممكن انت يعني تسوي بها فيلمك فقدمنا على المنحة و يعني محمد الحمادي قدم على المنحة واني يعني الصراحة ما كنت متأمل خير ابدا يعني ما حسيت بانه يعني راح يصير اي شي وظلي اماش بحياة الاخراجية في الفيديو كليبات وعادي يعني الموضوع مثل ما حتش قبل بانه الكليب اللي سونا فترة طلع عاشق وبعدين حتى صورت اعتقد بفترة قريبة كليب اخر الفنان نصور زايد وهو لاحظ ولا خبر صورنا بيروت وكانت كواليس يعني مهمة جدا بس احتي بحلقة اخرى اليوم اريد اركز على موضوع الفيلم فاجأ القبول للمشروع وقالونا بانه الروح الاجتماع وياهم في مقارهم في ابو ظبي انا والكاتب محمد الحمادي لان هو اللي مقدم المشروع فصراحة فرحت ولكن نفس الوقت جنت حاسبا انه يمكن المشروع ما راح يتم مو تشاؤم من عندي ولكن عطفا على تجارب هواية في الافلام قدمنا وسوينا ونوصل مراحل وبعدين ما يصير بس كصانع افلام للاسف دائما حتى مرة تدوس على مشاعرك السلبية وتروح وتقول عسى والعل مع العلم يعني من عشر مشاريع يمكن يصر مشروع واحد او يمكن ما يصر فتخيل شعور صانع الافلام هو يروح لكل هالمشاريع التسعة الباقية وهو يعرف بانه على اغلب ما راح تصير يعني فشان يعني الروحة او الاجتماع في ابوظبي ما بي اي اختلاف عن هذا الموضوع يعني بالنسبة لي كشعور فرحنا ورحنا عن محمد الحمادي وقعدنا ويتيم هناك كان التيم اتذكر المنتجة الصديقة يعني حاليا ويعني شوية شصار خلاف بالبداية عنياها من المنتجة الاماراتية عفراء المرر والمنتجة اللبنانية جيسي شلفون فقعدنا وقالوا احنا كلش عجبتنا الفكرة وعجبنا النص ونعتقد بانه هذا المشروع يعني هو من مشاريع اللي يعني ممكن نطيهم المنحة اللي عندنا اللي هي 50 الف دولار حتى يتصور كفيلم قصير فقلنا اوكي شو المطلوب قالوا المطلوب انوا تقدمون يعني الاشياء المطلوبة طونالستة اللي هي الميزانية الطاقم العمل خطط تصوير السي فيات او يعني السيارة الذاتية لرؤساء لأقسام المهمين بالعمل فرحنا الصراحة رجعنا لدبي ومتحمسين وبعد اني اشك بانه الصراحة انه يكون لحد ما نوقع العقد بانه خلاص ويعني اشوف بانه الموضوع ماشي يلا احس بانه فعلا الفيلم رح يصير يعني خطة دفاعية حتى ما يعني اتأثر نفسيا كلش اذا ما صار فدائما احاول يعني قاعدة دائما عندي يقول بانه hope for the best and plan for the worst يعني امل لأفضل وخطط لأسوأ يعني اتشنت شوية داما متحفظ في ردود فعلي ولكن سويت اللي عليها قدمت الأشياء وبدي انا المرحلة اللي هو بس اريد ناخد الموافقة حتى نمشي بمرحلة صناعة الفيلم الصحيحة وغير عن هذا العاق الأكبر اعرف بانه 50 دولار ما رح تكفي انه اسوي من خلال النص اللي عندي طبعا اللي اطمح اني اسوي وعرف شون اريد استخدم وين اريد اروح وقلت بحلقات سابقة اعم 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 ميزانيات اضعاف اضعاف هذا الشي فما بالك فيلم واني اريد استخدم بكل الامكانيات او كل الاشياء اللي توصلت الان كمخرج واقدر يعني اوظفها من خلال فيلم فسوينا الميزانية ويعني اكيد طبعا اجور يعني كمخرج ماكو اجور محمد الحمادي ككاتب مو موجودة ولا اجور كبروديوسر ونحاول نوفر الاشياء واخلي بانه الفلوس في المكان الصحيح وهو الشاشة يعني رح اتشبع شوية يعني عن هذا الموضوع لانه كلش مهم ولليوم اشوفه يشكل عائق في كثير من المشاريع فقدمنا الاوراق وكيده يعني ماكو اي تشويق بالموضوع يعني قلت الفلوم صار بس يعني اريد اوصل المرحل كاملة فقدمنا الموضوع فاجونا بانه خلاص يعني موافقين عن الموضوع وخلينا نبدي وسوينا العقد المبدئي خلاص يعني هنا حسيت بانه المشروع قائم ولازم اركز به فبديت الاول مرحلة اسويها بانه مرحلة نسميحنا التطوير يعني احنا عدنا النص دائما نحاول نوصل الى مرحلة انه يقدم الى الجهة الممولة او الجهة المانحة للمنحة او للبجت كامل يعني بس نعرف بانه هذا النص بعد عليه شغل يعني بس من يعني من سوي كل الشغل يعني دائما يعني من تجربتي تقريبا بالنسخة الثانية او الثالثة هو يكون جاهز بانه يقدم ونترك مجال للتطوير بعدين لانه مرات يعني اغلب الشركات المانحة او المنتجة رح يكون عدهم اراء على السكريبت رح يكون عدهم مواضيع معينة يدون يضيفوها يشيلوها فنترك مجال لهذا الموضوع فبعد ما نحدد هذه الجهة ونعرف بانه هي الجهة رح تكون مسؤولة على العمل او تدخل به نبدي مرحلة الديفلوبمنت واللي هي نشتغل بها على النص مع الجهة المنتجة او الجهة الممولة الى انو نوصل للمرحلة الافضل يعني وبعدين يعني ابدي اشتغل على انه اوصل النسخة من الفيلم الاقرب انه تكون ميزانيتها صحيحة يعني هو ممكن يظل الديفلوبمنت او الشغل على السكريبت يعني عندي مشاريع انا سويت او افلام بانه هالشغل ظل لحد ايام التصوير يعني ممكن يطول وياك وعلى اقلب رح يطول وياك يعني فالاهم بانه توصل لنسخة ممكن هي اقرب انتاجيا للنسخة النهائية بعدين تكون تعديلات على الحوار على مشهد داخل المشاهد اشياء بسيطة ما تأثر على القيمة المادية لانتاج وتنفيذ هذا المشروع وطبعا حتى توصل لهذا الموضوع لازم يكون اياك عدد من الرؤساء لأقسام المهمين واهمهم طبعا المساعد المخرج ومدير الانتاج او المنتج الفني يعني في بعض الدول ومنتج فني تسميب في بعض الدول اخر فبداية الصراحة نشتبه المشروع يعني تقريبا المنتج الفني والمنتج وقعدت سويت حتى التفريغ مع العمل يعني لانو رد اوصل يعني الموضوع ما يشبه لأعمال البقية كون يعني احاول اوفر بي على قد ما اقدر فقعدت احاول اسول ميزانية ويعني اخلي الفلوس بالاشياء اللي راح تطلع بالشاشة يعني ما اخلي الفلوس بالاشياء الثانية ومن شغلي بالإعلانات وفي عدد من الافلام للأسف هناك بروديوسرز يعني كثيرين صراحة يهتموا المواضيع ما راح تطلع بالشاشة اصلا يعني مثلا يعني شنو الفواكه اللي موجود بالست شنو السيارات اللي تركوا بالتوصيل من الفندق للمكان يا لوندري او مصبغة يعني مكوشي بالعراقي يكون الهدوم ويغسلهم يعني اشياء صراحة بالنسبة لي كمنتج واليوم احسها تافه يعني اكيد كمنتج مهم جدا بانه اهتم براحة الفريق اللي وياه وقدم لهم افضل شي ممكن يكون حتى يريحهم ولكن اكوشاللات اللي زيادة هاي يعني تاخذ هواية فلوس والمنتجين اللي خصوصا صراحة في دبي لانه البركراوند هو ينتاج الاعلانات والاعلانات دائما يعني الاهم بانه ترضي الكلينت او ترضي العميل يعني فشون ترضي الكلينت والعميل بالفواكه بالنساتل بالبوفية الخرافة اللي جيبين في ندق ستة وسبع نجوم الاكل يعني الوجبات فالكلينت بني يكون مرتاح بعدين بالعمال الجاية راح يجيب يعني نفس الشركة فالمنتجين والشركات يهتمون جدا بهذا الجانب وما يهتمون اصلا باللي راح يطلع النتيجة وهذا شي غريب يعني اكيد مثلا بامريكا لانه اكو صناعة قائمة مية بالمية فيكون في توازن ما بين اللي يقدم بالشاشة واللي يقدم في الكواليس افهم هذا الشي ممكن لانه اكو فلوس هواي وغالبا ها تصير بالمشاريع حتى بامريكا تصير بالمشاريع اللي تنتجها الستوديوهات المهمة مثل يونيفرسل برامونت كولومبيا وورنر برادرز يعني هالشركات الكبرى اللي صار لها اكثر من مية سنة تسوي افلام والافلام تجيهم بعيدات يعني بليونية في بعض الاحيان فيصير هذا التوازن ممكن افهمه ولكن حتى بامريكا بالافلام المستقلة ما يعني ما يخضون بنفس الاشياء لان يعرفون بين الفلوس يعني قليلة فما بالك احنا في الوطن العرب اللي يعني باغلب الدول العربية ما عدا مصر ما عدنا اصلا صناعة سينمائية يعني فالتوازن مهم فاحنا نجي نهتم بالجانب اللي رح يكون في الكواليس اللي ما رح يشوف المشاهد والجانب اللي رح يشوف المشاهد ينقصر بي فيعني عملية غريبة وبشنا دائما يعني تحفظ عندي كبير عليها صراحة يعني فبفيلم ضوء دامس يعني قلت بانه لازم اكون ديكي جدا بانه اختار الاشياء اختار الفريق اختار الاماكن بانه شنون اقدر اجيبها الفلوس اللي عندي اللي اخذتها من 2454 من المختبر الابداعي واخليها بالشاشة فبديت اول شي افكر يعني داما اكثر الشي ياخذ من الميزانية حسب طبعا حسب الفيلم يعني حسب الجانر او النوع ما الفيلم ولكن بالعموم داما ممثلين والمعدات وال production design يعني الديكور وهالاشياء هو اللي ياخذ الفلوس البقية طبعا هم تاخذ الاكبر فقلت يعني خلي احتم بهالمواضي فبديت اول شي صراحة بالمعدات وشانت عرد ببالي الصراحة كم اسم يعني موجود دائما يكون كورساء اقساء مهمين مثل مدير التصوير كان ببالي مدير التصوير التركي يوكسل فارول وشان ببالي يعني فريق عمل مكمل لهذه الاسماء واغلبهم فريق عمل الصراحة بدويا يعني اقدر اقول شبه اكتشفته في هذا العالم وحاولت خلال يعني منذ ثلاث سنين الماضية او اربع سنين من قبل يعني 2008 الى 2012 بانه عد هذا الفريق الى انه يكون يعني عنده نفس القناعات اللي انا عندي يشتغل بنفس الطريقة اللي انا اشتغل بيها واللي الموازنة ما بين العالم الاحترافي العالمي والواقع المحلي الموجود فسويت فريق جدا قوي يعني كان مدير الانتاج امر البياتي بردوشن دزاينار السام العامري الملابس مصطفى صادق مساعدة اللي المخرج مثلا كان ويايا ولد من سوريا نور كنجو يعني هال الناس هذول يعني بدوا ويايا اصلا انا اكتشفتهم يعني فويالاحتكاك وين مشاريع اللي صارت بالفيديو كلابات خلاص صاروا فريق يعني مهم جدا وصراحة حتى اشتغلوا بأعمال اخرى وكلهم يعني صار لهم تأثير تشوير على الساحل الفنية بالامارات وبعدين حتى في معظم يعني مختلف اقطار الوطن العربي فموضوع المعدات يعني اغلب المعدات شات موجودة عدنا اصلا بالشركة شركة الصود دبي المالك اخوي المنتج والمخرج نور معينة مو موجودة صراحة عدنا بالشركة يعني خلينا اقول مثلا تقريبا 70% موجود بالشركة والاشياء البقية مو موجودة فشان لازم يعني اجيبها من بره واحد شيء الطالب وهو شغلات تقنيا تعتبر تميل الى الجانب العالي بالتنفيذ حاب يعني اطوعها للفيلم وفي ذلك الوقت يعني مهتم بانه شوي استعرض يعني كمغرج استعرض امكانياتي في اماكن معينة فشان اكون يعني مالك شركة معدات شان جايم اخويا عندنا بالشركة فقعدت قلت لاب انه عندي الفيلم قصير وهذا الفيلم اخذت منا تمويل من 2454 ابو ظبي وحاب اسوي وحاب مساعدتك قل لي كم يوم تصوير تقريبا حاطمة بين 5 ايام 6 ايام تصوير ايش احتاج هالمعدات قلت المعدات الاحتاج اللي اعرف اني موجود عندنا بالشركة واعرف تكلفتها تكون جدا عالية فقل لي ايه تمام كذا ماشنو فالثاني سؤال قل لي انت من يعني وياك مدير التصوير فقلت لو ايه مدير التصوير يكسل فقل لي يعرف ويكسل يعني فقل لي اكون مصور من بلجيكا موجود كان بوقت اكو معرض يصير في دبي اسمه الكابسات هذا الكابسات لحد لم يوجود يعني كل سنة يصير يجون كل الناس يعني المهتمين بالمعدات او الاجهزة الجديدة يجون ويعرضون في هذا المعرض فكان يعني اللقاء هذا صاحب الشركة مزامن لهذا المعرض فقل لي هو موجود اصلا هنا وشوف الشورية المالتة وشوف شغله وقعد اياه فصراح انا اشتغل متحفظ لانه اشتغل ويكسل واردي احيش ويكسل ودازل للسكريبت يعني فما حب ادخل بانه بموضوع بانه اقول لا واردي يكسل خلينا اشوف فشفت الشغل فلا والله المدير التصوير هذا شغله عظيم يعني الاشياء اللي شفت انا وارحاعة وبعدين شفت ثاني يوم اجي شخصيا قعدت اياه ضغدين فشفت كل متحمس الى انه يشتغل وياه وخبرته رائع يعني تخيل في وقتها كانت اول ما طال على الالكسا شركة اري دزت العشر مدراء تصوير بالعالم حتى يجربوه ويعطون رأيهم فشان هذا مدير التصوير واحد من ادهم حتى ما ندخل الويب سايت لقيت موجود اسمه اسمه من بلجيكا ويعني شفت هو المناسب صراحة للعمل يعني فحيشين على الموضيع ويعني الاجور اللي طلبها يعني تعتبر جدا رمزية وكش نت متعمل بانه رح اروح يعني اخذ المعدات من صاحب الشركة اللي اللي قاعدت يولي هو رشح لي اصلا هذا مدير التصوير البلجيك فرحنا للشركة المعدات وقدت لهم اللستة اللي انا اريدها ومعدات اللي اريدها وصاحب الشركة سافر فخلاني مدير الشركة عنده شو شفت المدير قام يدزلي كوتايشينات قلت لبساني وضحت الموضوع لصاحب الشركة بانه اريدهم فور فري مقابل بانه شكر خاص تكونوا نعصر بالفيلم لهذا فيلم قصير ومو ربحي الهدف من عنده اكيد مشاركة بمهرجانات فقط خصوصا الفيلم اماراتي وانتو شاركة بالامارات فلازم تقدمون شيء للامارات فقالوا لاوما نقدر فالرقم مناسب ولكن الاستفادة اتمنى انه تعرفت على مدير التصوير ستين من بلجيك عن خلالهم فالقل كان فائدة فبعدين رح اتظل ادور على الشركات اللي ممكن رح توفر للمعدات اللي عندي نقص وقعدت مع اكثر من شركة وبعدين لقيت شركة شركة برو اكشن اسمها وكان صاحبها مروان ابو حمد من لبنان او صراحة هو يعني قال انا ما رح اقدر اضعك بلاش ولا اقدر اضعك بسعر معين اللي هو الهو التاقم العمل يعني يعني موظفي لهم بالشركة فاذا طلعوا التصوير لازم يدفع لهم فقال يعني ممكن وفر لك معدات بلاش بس اكوة شي لازم تندفع تخطيت هالموضوع اهم شي عندي كان لانه جزء كبير كان من الميزانية رح يكون علي له فعلا بطلباتي هذي اريد اخذ سعر الايجار العادي وبعدين ممثلين يعني الادوار اللي اعرف اكيد الحبيب والشريك الاستاذ منصور الفيلي هو دور من الادوار الرئيسية وكان اكون ممثل عيني عليه يعني صراحة من فيلم شفته اسمه ظل البحر وبرار الحمد ممثل العراقي والباقي كانت ادى سوي يعني كاستنج يعني سونا كاستنج عندنا بالشركة واشوف الادوار وكان عندي دور اللي هي العرافة وكانت يعني حاب جدا اني اشتغل الممثل القدير وهذا الخطيب فخبرت عن طريق منصور الفيلي وحجيت وياها والصراحة هي ما قصرت وقلت لا صراحة ما كو اجور وهذا فيلم قصير وقلت لي تمام اعني اياك وبالعكس ودزيت الاسكريبت واجدتي للشركة وكانت متحمسة فيعني عندي الخطيب وعندي منصور الفيلي هذا موضوع جدا مهم فبعد سوينا كاستنج فوصلت انه عجبني الفنان الاماراتي جاسم الخراز لأحد الأدوار وسويت كاستنج لأبرار أبرار يعني هاي أول مرة عرفه وكان عمره صغير كلش لما اجي تقد 17 16 سنة هيد شي لما اجي لسوي الكاستنج ف يعني بوقت ما كلش الامانة بالبداية ما كلش تحمست يعني بالشوف وهي من الأشياء المهمة بعدين تعلمتها اكو دائما بالكاستنج من أول نظرة أعرف بأنه هذا الشخص هو هذا الدور بس في مرات يعني محددة ممكن الأداء داخل غرفة الكاستنج يطلع مختلف عن الأداء مع الكاميرا شلون يعني يعني أكو ناس لما تشوفوا منتهي تشلايف وجها لوجه ويمثلون غير عن ما تشوفهم هم متصور يعني فقمت دائما أصور الكاستنج وهذا صار يعني قعدتي ويا ولحد شي وإيش أنا دائما أصور الكاستنج يعني عندي حتى يظل بعدين أريد أرجع لأتأكد شي كذا يعني مع العالم أنا قعد أكتب ملاحظات أنا أسأل الكاستنج فبوقت ما حسيت كلش بأنه أبرار هو ممكن رح يكون الشخصية الرئيسية في العمل ولكن بعدين شد قاعد على اللي صور تداشوف بأنه أختار منه منه غير أبرار يعني فبهوحد لا بالتصوير أبرار عنده يعني كارزمة يعني مثلا يقولون فوتوجينيك يعني عنده وجه للكاميرا جدا رائع والشخصية اللي يمثلها أصلا ما تحتي يعني تقلون نصف الفيلم ما تحتي وبعدين يلا تبيضي تحتي فالشغل بالعين أكثر دائما أهتم يعني بالعين والممثل عندي بالنسبة لي هو عين يعني أو حظ مو بس الممثل البشر عموما ما عرف دائما يعني أشوف عيونهم من أحد شي من أريد أتواصل إياه من أريد أعرف موضوع معين دائما تركيز يكون على العين فمن شفت الفيديو رجعت خابرة مدير إنتاج أمر بياتي وقيت له أبرار لازم هو يكون إلينا قال لي مو قتلت أبرار بأنه لا أبرار هو الدور الرئيسي الثاني فصار عندي أبرار الحمد جاسم الخراز وطبعا الأسادة الكبار منصور الفيلي وهد الخطي فيعني مع تكميل الطاقم الأساسي الموثلين صار جزئين الأكبر عندي موجودين اللي هم المعدات والموثلين أنا عارف بأنه المحتاج موجود وضمن الميزانية اللي أنا قاعد أشتغل عليها فارتحت نفسيا من هالموضوع فخلص الباقي بأنه دائما لازم أوفر طبعا لأن أنا عارف عندي المادة محدودة فبقل يعني التحديد للرؤساء الأقسام الأساسيين للموضوع فأتذكر موقف طريف أحب أحكي صار دائما نصر إجتماعات الروح للأبوظبي كذا فال 2454 هو نظامهم من إنجليزي وأجنبي وكلهم إنجليزي يتحدثون فالطاقم اللي يتحدثون إنجليزي أكو طبعا موجودين ولكن واحد من الموجودين لا يتحدث إنجليزي بس لازم يكون موجود بالاجتماع هذا فرح يعني من دبي إلى أبوظبي طريق تقريبا ساعة 45 دقيقة فهو الشيء الهم بأنه كيف الإجتماع بالإنجليزي هو شون رح يطلع شكله إيش رح يقول فقلت شوف أنت أنا والشخص اللي نحن إنجليزي فقلت أنا والشخص اللي رح ناخذ الموضوع كله ونحن وانت قاعد قال لا مو حلو ما قاعد بس يقولون أنا ما مكاني خلص إحنا رح نشركك بأنه نباوع لك وانت شوف في وجهي من أقول لك يعني كذا أهز راسي صح يعني تقول وراها يس ويعني أهز راسي بينهم بين المعاجل الموضوع أقول نو فمقتنع قال لي لا شنو يس أي واحد يارب بنجليز هاريت فالشي فقلت لا خلص رح أحطك كلمة زيادة رح أقول لك بأنه أقول أبسلوتلي قالوا شنو أبسلوتلي قلت يعني يكاموش الدفتر وهي مبين مسيطر يعني جاي من أكسفورد مو يعني فقاعدين فقمنا نحتي فحسب الاتفاق قباوع الآن يس ما عدش هاي فأني بنصل حدش نسيت الاتفاق فباوعت له وسألته بدون ما طي أي أشارة من الأشارات اللي المتفق عليها فهو يعني أنا من خلصت السؤال حسيت بدون نسيت وقلت إن شاء الله يعني ما يستعجب الجواب أرجع أنا أسأل السؤال مرة ثانية وسأل الحركات فرأسا قال إيا absolutely بواعت يجي بواعت اللي ويا ضحك بس أنا كانت من ضحك لأن الأبسلوت جدي مضبوطة يعني استخدام صحيح 100% فبعدين نطلع عندنا من الاجتماع يعني قال يا شون شون سويت قلت لا خرافي الأبسلوت لي مات اجتب مكانه فظلينا دائما حتى بالتصوير والمشروع دائما نحكي موضوع الأبسلوت لي هذي يعني فمن موقف الطريقة صارت من اختلاف الثقافات بالإمارات هواية أقول اعتمال عن اللغة الإنجليزية وكو هواية مواهب يعني مهمة مبدعين بس ما عندهم اللغة الإنجليزية أعرفوا ماني فالصراحة أشتغلوا ويا وشين دائما أنا أشيل عنهم هذا الموضوع أتزب مكانهم الإيميالات أسوي اجتماعاتهم بدلاً عنهم يعني لأنه مؤمن بأنه اللغة هي لغة سينما يعني ففرق العلم بالإنجليزي أو أي لغة ثانية ما أعتقد هو هذا التأثير يعني فما هي موجودة في الإمارات يعني الفروقات بين مرات صراحة للأسف يعني يعني يفضلون بين الناس اللي عندهم لغة ولكن إبداعياً أقل من الناس فعلاً إبداعياً هم أعلى وأنسب ولكن ممكن تكون لغتهم الإنجليزية أضعف شوية أنا ما كان عندي هذا الشي فيعني بدنا نحضر للمشروع وبديت صارت عندي الأمور اللي راح تأثر بالميزانية تقريباً متوفرة فبالحلقة جاية راح نبدي نحجي على تحضير اللوكيشينات اللي هي أماكن العمل تحضير يعني كوم أخرج شو صار شو بدينا لازم يعني نلقى ونحط الأشياء المناسبة لهذا الفيلم أتمنى أنه قضيته ووقت ممتع ويايا وشكراً على حسن استماعكم شكراً جزيلاً شكراً